صدق القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر عشرين أربعة وعشرين جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة الذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر عشرين جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر اندمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والذي سيتم مستقبالهم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يونيو الفين أربعة وعشرين هذا وقد تم تعديل التوقيتات الخاصة بموليد حملة المؤهلات العليا والمؤهلات فوق المتوسطة ليكون التقديم متاح لموليد الفترة من الأول من يناير وحتى الثلاثين من إبريل لأشهر يناير وفبراير ومارس وإبريل من جميع السنوات حتى عام الفين وأربعة للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.tagnid.mod.gov.eg ومن خلال رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15499 شكرا للمشاهدة